جبران خليل جبران ذلك الشاعر والكاتب والرسام اللبناني الذي يعني طغط شهرته الأفاق وهو من الشخصيات الذي قدم الكثير من الكتابات والأشعار المهمة في ليس فقط في مستوى لبنان ولكن في العالم العربي وظل اسمه خليل جبران من الأسماء الرنانة واللامعة له مقولات كثيرة وآراء كثيرة لكن أنا يعني توقفت أمام أحد أقواله بيقول لقد تعلمت الصمت من الثرسرة والتسامح من التعصب واللطف من الجشعين لكن غريب أنا غير ممتن لهؤلاء المعلمين قول لطيف ويحمل الكثير من المعاني التي يعني تستحق أن نقف أمامها في كثير من الأحيان نحن نتعلم من تجارب خاطئة نخدها فلابد أن نتحدث كثيراً ونقع في أخطاء حتى نعرف قيمة الصمت وده بذكرنا بقول قديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك يقول تكلمته كثيراً فنادمت أما عن الصمت فلم أندم قط فهو جبران خليل جبران بيقول الصمت تعلمته من السرسرة أو الكلام الكثير الذي لا معنى له والتسامح من التعصب بمعنى أن في ناس كتير جداً كان رصيد حياتها شديد التعصب ولكنها بعد ذلك تعلمت من هذا التعصب وتحدثت عن التسامح في ناس كانت بتنتاج حول الإنسان أصبحت الآن من المدافعين عن حول الإنسان وأيضاً نتذكر شخصية القديس بوليس أرسول وكان شخصية غيورة لدرجة التعصب في بداية قبل أن يعني يلتقي بسيد المسيح ويتحول إلى الإيمان المسيحي ويصبح مختلفاً وينشر روحاً مختلفاً في تعليمه وفي مواقفه المختلفة وبقولك أيضاً تعلم اللطف من الجشعين ليس بالضرورة أن تكون يعني جشعاً أو تمارس هذا النوع من الطمع يعني حتى تتعلم منه أن تكون لطيفاً يكفي أن ترى التجارب وأثار التجارب على الآخرين فترى ماذا حدث للشخص الجشع وكيف انتهى به الحال وكيف خسر الناس وربما خسر نفسه أيضاً حتى تتعلم هذه المعاني فليس بالضرورة أن تكون ثرصاراً تتحدث كثيراً يكفي أن تتعلم من شخص ثرصار تقابله ليس بالضرورة أن تكون متعصباً في البداية حتى تتعلم التسامح يكفي أن ترى أثار التعصب على شخص حتى تدرك قيمة وأهمية التسامح وهو بيقول دايماً أن فيه معلمين علموه الصرصار علمته الصمت التعصب علمه التسامح الجشع علمه اللطف لكنه غير ممتن لهؤلاء الأساتذة لأنه تعلم مما يراه سلبياً في كثير من الأحيان نحن نتعلم من أخطاء الآخرين ونتعلم من مواقف نراها خطئة ونتعلم من أخطاء نقع فيها ولكن في كل الأحوال لا نمتن ولا نتذكر هذه الأخطاء ولا نحترم هذه الأخطاء ولا ننظر أنها ملهمة أو معلمة بالنسبة لنا قول فعلاً مهم ومؤثر ويعلمنا كيف نتعلم من أخطاءنا وكيف أيضاً نتعلم من أخطاء الآخرين وما نراه في المجتمع